سلام عليكم جميعاً ويعطيكم العافية رجعت لنا السماعة الأسطورية اللي عرفناها من عام 2012 وهذه المرة عودتها تعتبر متكاملة ومهمة والسبب أنها تغطي كل الاحتياجات للأجهزة اللاسلكية مهما كان الجهاز سماعتنا اليوم هي Astro A50X والجديدة كلياً مع Logitech G بأخذكم في هذا المقطع باستعراض وشرح التجربة واللي بيفيدكم بمعرفتها وممكن هذه السماعة أنصحكم فيها حسب استخدامك أو احتياجك لأنها ممكن تكون سماعتك للسنوات القادمة مثل ما ذكرت لجميع الاستخدامات وللي يبحث عن شيء فخم ومميز خلونا نبدأ الحين وتعرف عليها مع بعض ولا تقصرهم بالدعم وتعطوني رأيكم والاستفسارات في التعليقات لو ترجعون في القناة رح تلقون قبل 7 سنوات سويت مراجعة لسماعة Astro A50 الأولى ومن ذاك الوقت وأنا محب لهذه السلسلة لأنها سماعة تجمع لك بين الجودة والمستوى العالي نعم 7 سنوات والسماعة لازالت عندي وشغالة وجودتها ممتازة إلى اليوم لكن الآن دعونا ننتقل للجيل الجديد وهي سماعتنا الجديدة مثل ما ذكرت Astro A50X دعونا أول شيء نشوف المحتويات في الصندوق صندوق السماعة مثل ما تشوفون جاي بشكل طول من ناحية التصميم وفيه تفاصيل كثيرة أكيد السماعة من Astro والمملكة من Logitech G يعني شركتين معروفين بالجودة والاجتمع ومع بعض طبعاً نحطوا تقنية Light Speed اللي تكلمت عنها في السابق مهمة جداً للأسلكي وما تتكلم فقط عن سماعة معاها قاعدة وبنتكلم عنها وأهميتها من أهم مميزات السماعة هي خاصية لPlay Sync نعم هذه السماعة لكل الأجهزة رسمياً حتى الأكس بوكس ونادر في السوق تحصل لك سماعة تشغلها على كل الأجهزة فمثل ما تشوفون أجهزة أكس بوكس أو بلاي ستيشن أو البي سي أو الموبايل المحتويات داخل الصندوق رح يكون عندنا السماعة أكيد نرجع لها بالتفصيل بالإضافة لعلبتين أول علبة رح يكون فيها السلك الأساسي والشامل Type-C للطاقة وطولة ممتاز اللون الأحمر اللي يركب في القاعدة والطرف الثاني يركب مع محول مستقل للكهرباء مباشرة أكيد بنحصل كل الأوراق للتعليمات والكفالة والشرح بالتفصيل وهذه القاعدة اللي عليها الكلام طبعاً سلسلة A50 معروفة بهذه القاعدة والحلو فيها أن تم تصغيرها شوي وصار شكلها أنيق طبعاً فيها منافذ بالخلف تركب أجهزتك الـ HDMI والType-C ومن الجهة الأمامية رح يكون عندك شاشة فيها تفاصيل بالإضاءة توريك أي جهاز مفاعل حالياً أما الحين نرجع للسماعة ونشوف تصميمها بالنسبة للتصميم أول ما تشوفها رح تعرفها مباشرة الـ A50 دايماً محافظين على الستايل الأصلي أو نظام التصميم هذا شكلها اللي نعرفت فيه وعاجبهم ومستمرين فيه نفس التفاصيل الأصلية في الإطار والإيركوبز والملامح يعني 12 سنة وهم واثقين من هذا التصميم ومستمرين فيه أكيد فيه بعض التغييرات البسيطة اللي ممكن نلاحظها وزن السماعة 363 جرام والحلو في الموضوع أن تصميمها مريحة على الرأس لأن الوزن متوزع بشكل ممتاز واللي عرف الـ A50 يعرف إن شقد هذه السماعة مريحة بالنسبة للبطانة جاي باللون الأسود سواء في الإيركوبز أو وسائد الإذن أو حتى الباند كلها بأسفنج عالي الجودة والقماش ناعم ومريح طبعاً السماعات قابلة للإزارة إذا حبيت أنك تغسلهم أو تنظفهم بسهولة بالنسبة للإزارة من جهة الإيسار راح يكون عندك وصول سريع للجيم أو الفويس تتحكم وأيه اللي تبيع أعلى صوت الجيم أو الشات ومن نفس الجهة راح يكون عندنا زر التشغيل مع ضوء يبين لك شغالة أو لا ثاني زر هو عندنا خاصية لـ PlaySync واللي تقدر من خلالها بكبسة بسيطة تتنقل بين الأجهزة الموصلة في القاعدة مثلاً تلعب بلاي ستيشن بضغطة واحدة راح تروح لصوت الأكس بوكس أو البي سي فالتنقل سهل جداً وتشوفها على شاشة القاعدة ثالثاً عندك زر البلوتوث اللي ممكن تشبكها على أي سمارتفون أو حتى تلفاز أو أي شيء يدعم البلوتوث وبالمناسبة السماعة فيها المالتي كونكتيفتي بحيث أنك تلعب مثلاً بلاي ستيشن وجاك اتصال تقدر ترد على المكالمة وبسهولة تتحول الشانل أو الصوت وبعدين ترجع تكمل لعب رابعاً عندك هذه العجلة اللي بسهولة تتحكم فيها بالصوت تتعليه أو تنزله ومعلومة ممكن تهم البعض أن السماعة فيها التحريك الحر اللي ممكن تحطها على وضعية الكتف بسهولة بالنسبة للاستخدام طبعاً كسماعة أول شي راح تسأل عن مستوى الصوت أي شخص جرب سلسلة الأي ففتي يعرف اللي أتكلم عنه فما بالك في هذا الإصدار تم تطوير لدرايفرز اللي فيها والسماعة بشكل عام يجمع الصوت فيها جداً واضح وكرسب وتسمع أدق التفاصيل وراح تحس بالتوزيع أو مجال الصوت الكبير فهنين نتكلم عن سماعة هاي أند من ناحية الصوت سواء تتكلم عن لوجيتك أو أسترو معروفين بهذا الشيء واللي ساعد على الانهانسمنت أو تحسين الصوت بشكل عام هي للدرايفرز الموجودة من نوع برو جي غرافاين 40MM هذه الدرايفرز انغلتوا الصوت لمستوى فارق عن السابق وبنفس الوقت تدعم الدولبي أتموس وصوت ثلاثي الأبعاد في أي جهاز تركبها شيء ثاني مهم في السماعة أنها تدعم تقنية لايت سبيد فأقدر أقول أن السماعة مناسبة حتى للألعاب السريعة التنافسية والأونلاين لأن لايت سبيد ما فيها أي تأخير أو التأخير معدوم حتى وهي لاسلكية وشرحت هذه التقنية في السابق في أكثر من مقطع أيضا من أهم الأشياء في السماعة هو المايكروفون تتكلم هنا عن ستيديو ليفل أو مستوى ستيديو هات طبعا من دقة وضوح الصوت لأن الصوت 16 بيت 48 هيرتز فيعتبر من أوضح المايكات الموجودة على سماعة جيمينج خلوني أسوي لكم تست أو تجربة للمايك الموجود في السماعة لكن قبل ما أنتقل لا تقارنونا بالصوت المايك اللي حاليا نسجل من المقطع فأبيكم الحين معي ننتقل للسماعة واسمعوا الصوت وعطوني رأيكم فيه مرحبا فيكم جميعا هذا المايكروفون اللي تسمعونه من سماعة Astro A50X الجديدة سماعة ناسب جميع الأجهزة والاستخدامات متوفرة باللون الأبيض أو الأسود وبحط لكم رابط بالوصف لو حاب تشوف تفاصيل أكثر أو الطلب أو السعر وكل شيء عن هذه السماعة لكن الأهم حاليا عطوني رأيكم بصوت المايك هل تحسون أن نفس السماعات اللي تعودنا عليها؟ ولا حسيتوا أن صوت المايكروفون بمستوى أعلى؟ شاركوني رأيكم في التعليقات والحين نكمل المراجعة بالنسبة لمستوى الشحن والبطارية والاستخدام هنا تتكلم عن سماعة تدوم يوم كامل يعني مثلا كان شحنها فل وبعدين ما حطيتها على القاعدة أقل شيء 24 ساعة وأكثر لكن اللي ساعد في موضوع الشحن أن هذه السماعة بعد ما تخلص منها تحطها على القاعدة ورح تركب بشكل تلقائي ومغناطيسي وتبدأ تشحن معاك وتقدر تشوف الشحن على القاعدة فموضوع الشحن من الأشياء اللي ما تحطها في بالك لأن السماعة دائما بتكون مشحونة وعلى طاري القاعدة ليش قلت لكم هي مهمة؟ لأنها تعتبر قطعة جانبية تستخدمها لأغراض ثانية في قطعة تسمى الـ HDMI Switch بحيث أنك تركب أجهزة مختلفة وتتنقل ما بينهم بكبسة زر على شاشة واحدة والأهم من كل هذا أن هذه القاعدة تدعم الـ HDMI 2.1 فما عندك مشكلة تلعب ألعابك بأعلى مستوى صورة تتكلم عن HDR VRR 120 فريم حتى الصوت تاخذ بداية كاملة فهي مصممة للجيل الجديد وما تخسر أي من الميزات لأن القاعدة تدعم كل شيء بالمناسبة لو حبيت تتعمق أكثر في إعدادات السماعة تقدر تشغل برنامج Logitech G-Hub واللي تقدر من خلاله تعدل على الإكولايزيشن أو تعدلك بروفايل معين للعبة معينة ترفع شيء معين وتخفض شيء معين حتى المايك عجبني أنه عندك أكثر من بروفايل للمايكروفون وتغيره بشكل مختلف تماما فعندك إعدادات كاملة للسماعة والصوت والبروفايل الموجودة فحلو أن السماعة تدعم برنامج الجي هاب والتحديثات بالكامل بشكل عام من ناحية السماعة وجودتها تعتبر من أروع السماعات اللي جربتها لكن أكيد موجهة للشخص اللي فعلا بيحلل فكرتها إذا أنت فعليا تستخدم أكثر من جهاز بنفس الوقت بتكون مفيدة لك بشكل ممتاز فلا بد أن الشخص اللي يفكر فيها ياخذ الاستفادة الكاملة من السماعة وفكرتها لكن إذا كان استعمالك لجهاز واحد أتوقع أنك تحصل سماعات أسترو بفكرة أقل وتكون أنسب وأوفر لك أما الحين وصلنا لهذه المقطع عطوني رأيكم بشكل عام والمعلومات اللي سمعتوها وأي استفسار اتركوه في التعليقات لا تقصرون بالدعم واللايك والنشر وإذا حبيتوا تعرفون عنها أكثر أو الطلب كل المعلومات موجودة في رابط الوصف ومثل ما ذكرت السماعة متوفرة باللون الأبيض أو الأسود وتختار اللي يناسبك أو يناسب الستوب عندك يعطيكم العافية على المتابعة كان معكم خالد من Gamer Snack مع السلامة